تظاهرات يراد لها أن تكون مليونية يحشد لها عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة في البصرة ومحافظات أخرى يوم الجمعة وذلك في أول نشاط له منذ تبنيه خيار المعارضة البرلمانية مطلع الشهر الحالي التظاهرات التي دعا لها الحكيم تحاكي دعوات شريكه السابق في تحالف الإصلاح مقتدى الصدر الذي عرف عنه إفراطه في استخدام خيار الشارع والتظاهر ضد الحكومة كورقة سياسية لترهيب خصومه وكذلك استعراض شعبيته وقوته في الشارع الجنوبي وهما يبدو غير مضمون بالنسبة للحكيم هذه المرة بسبب اعتراضات كبيرة لقتها دعوته للتظاهر كان أولها من المتظاهرين المدنيين أنفسهم والذين اعتبروها محاولة لتسلق التظاهرات وتسييسها الغريب في تظاهرات الحكمة أنها تتضمن مطالبات تتركز على محاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات رغم أن تيار الحكيم يقف في صدارة العملية السياسية منذ تأسيسها بعد 2003 وهو يحظى بحصته من المناصب والمغانم ويعد متهمة أساسية في الخراب الذي حل بالعراق وشريكا بعمليات النهب والفساد الذي يريد اليوم أن يتظاهر ضده البصرة التي ستكون مركزا للتظاهرات شهدت اعتراضات حادة من قوان سياسية اعتبرتها إخلالا بالأمن واستغلالا للشارع ومطالبه فمحافظ البصرة أسعد العيدان الذي انقلب على التيار أكد أنه لن يسمح بالتظاهر في المحافظة إذا لم تكن بموافقة رسمية مسبقة بينما ظل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمارس هوايته بمسك العصى من الوسط عبر تخويله وزير الداخلية الجديد ياسين الياسري بالتعامل مع الملف بما لا يسبب مشاكل أمنية أو سياسية شعبيا أكد أعضاء في تنسيقيات البصرة أن أهالي المحافظة لن يقبلوا بدخول تيار الحكم على خط التظاهرات الشعبية ومحاولة سرقة جهود المدنيين الذين يطالبون بتحسين الواقع المعيشي ولن يسمحوا باستغلال دماء الشباب الذين سقطوا في احتجاجات العام الماضي لأن الأهالي جميعهم يعرفون أن أعضاء تيار الحكمة متورطون بالفساد خلال توليهم مناصب مهمة في البصرة وشدد النشطاء على أنهم لن يتظاهروا في الساحات التي سيكون فيها تيار الحكمة كتعبير عن رفضهم لوجود حزب سياسي يبحث عن مصالحه كبقية أحزاب السلطة ترجمة نانسي قنقر